أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ مَنْ عَمِلَ سَيْئَةً فَنَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وأنّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ فَسَتَلْقُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فوقاه الله سيئات ما مكوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أنّار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّ أَكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّ أَكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ استكبروا إِنَّ أَكُلٌّ فِيْذَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي الْنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ يُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُتَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاكُ قَالُوا بَنَأْتِيكُمْ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وَذِكْرَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَاسْتَوْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَبِّكَ بِالْعَشِي وَالْإِلْكَارِ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيقِ قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها وَالَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وقال ربكم ادعوني أستجر لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وَالنَّهَارَ وَبْصِرًا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وَالنَّهَارَ وَبْصِرًا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وَالنَّهَارَ 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 وَبْصِرًا أَلَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَبْصِرًا أَلَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَبْصِرًا أَلَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَبْصِرًا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفقون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات شكرا لكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وما هو الحي والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاني البيناك لما جاءني البينات من ربي وأملت أن أسلمني رب العالمين والذي خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتغلو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتهله أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويمين فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم